اهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج فلسطين هذا الأسبوع تشهد الصاحة الفلسطينية حراكا شعبيا ورسميا إزاء ملف الانتخابات المحلية والمنوي عقدها في الثامن من شهر أكتوبر القادم انتخابات قد تحمل الكثير من التطورات على جميع الأصدى ولكن قبل الخوض في هذا الموضوع دعونا نذكر بأبرز عنوين الحلقة قوى التحالف الديمقراطي تعلن خوضها الانتخابات المحلية بعد سبع سنوات من الانقسام المصالحة الوطنية هل ترى النور قريبا تحقيقات شكلية في أعدام شهداء الهبة الشعبية قانون إسرائيلي يتيح اعتقال الأطفال كرال الثورة تختتم فعاليات مهرجان فلسطين الدولي أهلا بكم من جديد أعلنت قوى اليسار الخمس الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وحزب الشعب وحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية وفدة خوض انتخابات المجالس المحلية في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة بقائمة تحالف الديمقراطي موحدة إلى التفاصيل بعد غياب نحو عقد تقريبا تطرق انتخابات الهيئات المحلية الأبواب حيث يتوقع إجراؤها في تشرين أول المقبل وحتى ذلك الحين قد تكشف عن خريطة تحالفات لمختلف القوى الفلسطينية كما هو حال خمس من فصائل اليسار أعلنت تشكيل تحالف لخوض الانتخابات تحت عنوان قوى التحالف الديمقراطي إذا كان هذه التجربة تعززت هذا سيضع أفك جديد أمام حركة أصيلة في الشعب الفلسطيني حركة اليسار الفلسطيني حركة تاريخية ذات امتداد طويل ولها قطاع واسع من المؤيدين والجميع كان يطالب بأن تنجز الوحدة بينها وأعتقد هذه خطوة مهمة للأمام بمدى دعمها من قبل هذه الأوساط بمدى ما يكتب لها المزيد من النجاح القوى الخمسة التي تمثل الجبهتين الشعبية والديمقراطية وفدة والمبادرة الوطنية وحزب الشعب أعلنت خلال مؤتمر بمركز وطن للإعلام أن التحالف سيشكل قوة لتجاوز حالة الاستقطاب الثنائية في الحياة السياسية الفلسطينية سياغة برنامج وطني يؤسس بالفعل لمجرى جديد بطرق وبأساليب جديدة لا تبعدنا عن الهدف وتواجه كل المشاريع التصفوية التي تعترض قيضيتنا الوطنية وتعول قوى اليسار على جمهور من الأغلبية الصامتة كي يرسم مسارا مختلفا لما هو قائم في الساحة وتحاول منحه خيارات جديدة لسيما أن الشخصيات المستقلة أساس في بناء وتشكيل ذلك التحالف هناك جمهور كبيرة أغلبية صامتة في المجتمع الفلسطيني نحن نريد أن نعطيها خيارا ديمقراطيا يثبت القدرة على الوحدة ويثبت القدرة على أن نمارس ممارسة ديمقراطية وخاصة عبر إبراز وأعطاء دور كبير للنساء والشباب وتظل خيارات مختلف القوى بخاصة فتح وحماس مفتوحة لخوض الانتخابات المحلية المرتقبة التي قد تشكل مقياسا لمدى قوة وحضور الفصائل والقوى المختلفة في الشارع الفلسطيني أيسر البرغوثي تلفزيون وطن وللحديث حول هذا الموضوع معنا في الأستوديو الخبير في شؤون الانتخابات الأستاذ عارف جفال أهلا بك أستاذ عارف نبدأ في قرائتك لخطوة تحالف اليسار وخوضه للانتخابات المحلية القادمة أعتقد أنه بدل الحديث عن فتح حماس فقط أصبح الحديث والعائلات أصبح الحديث منتد لكتلة رابعة أعتقد أن الانتخابات ستشهد بشكل أساسي أربع قوائم أربع أشكال من القوائم من قائم الأولى أكيد لفتح والثاني لحماس والثالثة لليسار والرابعة للعائلات بحكم أن الانتخابات المحلية في بعد عائلة فيها انتخابات السابقة حاولت الأطراف كلها الاستفادة من تأثيرها العائلة أو الاستفادة من العائلات وحاولت في 215 مجلس نجحت أنها تشكل قوائم تزكي و215 تنافست القوى فيما بينها بالانتخابات سأعتقد أن إمكانية التوافق على قائمة واحدة أصبحت شبه مستحيلة وبالتالي سنشهد انتخابات حامية الوطيس ما بين الأطراف السياسية مع الاعتبارات التي ترحها سواء فتح أو حماس في محاولة اختيار الكفاءات من خارج نطاق الحركات من أبناء الحركة نفسها هذا سبب وجود اليسار على الأقل هو بالتحديد رح يكون أكثر تأثيرا في المدن الرئيسية منه في المواقع الصغيرة رح يعطي خيار آخر إلى الناخبين ممكن الاستفادة أو يستفيد هذا التحالف من رؤية المواطن لحالة الانقسام على المستوى الوطني وبالتالي يتأثر في توجهات الناخبين خلال يوم الاقتراع ما زال الأمور مبكرة لم نشد أي استطلاعات رأي قريبة للنظر لهذا الموضوع لكن أعتقد الأيام القادمة فيه متطلبات على التحالف نفسه كيف يبرز نفسه ويطرح نفسه بالشارع كمان هل ستبقى كل قوة تشتغل لوحدها سيستطيعوا العمل ضمن كتلة واحدة على مستوى المنطقة وتمثيل واحد بعكس حالة الشرذة من اللي كانت موجودة قبل فيه استحقاق هذا عليهم إذا فعلا لعبوها بشكل واضح وصحيح رغم أنه أنا أعتقد أن كل الأحزاب عندنا بتفزع فزاة عرب يعني الانتخابات المحلية مقررة أو حسب القانون يجب أن تجرب شهر أكتوبر القادم وانتظار هذه الأحزاب كل هذه الفترة للإعلان عن نفسها أنا أعتقد ما أعطت لسه لقواعدها الفرصة للتحرك والعمل المشترك ما بين بعض على المستوى القيادي هم بلتقوا بشكل دائم بيتحدثوا بشكل دائم على مستوى القواعد ما أعتقد أنها وصلت لكل قواعدهم طب في المقابل اليوم نحن نشوف اليسار أعلن موقف المشاركة وقائمة موحدة في المقابل حماس وفتح كيف ترى استعداداتهم لهذه الانتخابات؟ يعني حتى هذه اللحظة الاستعدادات ما تحت الطاولة يعني ممكن تسمع هون خبر لهذه القيادات بتحديد حركة فتح أنه أعضاء اللجنة المركزية اجتمعوا بقيادات من الحركة على صعيد المناطق حركة حماس حتى هذه اللحظة ممكن الاجتماعات أكثر مركزة بغزة منه من الضفة الغربية يعني اعتبارات خاصة فيهم ما بدأنا نشهد هذا الحراك الموجود ممكن تشهد أكثر حراك مجتمعي حراك عائلي يعني العائلات بدأت تتحرك ما قبل الأحزاب وتحاول تأثر على الأحزاب عبر اختيار ممثلينها إضافة إلى بعض المستقلين اللي بدأوا يطرحوا نفسهم من فترة يعني مبكرة نوعا ما عن الأحزاب والقوائم هذول بدأوا يعقدوا بعض الاجتماعات في بعض المناطق بدأوا أسماءهم تتداول بين الناس حتى برامجهم بدأوا يحاولوا عبر وسائل التواصل الاجتماعي إنهم ينشروها لكن ما زالت كل هاي الأمور في بدايتها رغم أنه تسجيل القوائم وتسجيل قوائم الترشيح ستبدأ يوم 16 الشهر ومعاهم 10 أيام لكن لحد هاي اللحظة ما بتوقع أنه فيه حد من الأربع أنجز قائمته بشكل كامل في أي من المناطق نعم هناك تخوف في المقابل من تأجيل الانتخابات الخلافات في بعض القوى الخلافات على الأشخاص على موعد الانتخابات هل فعلا هناك تخوف من التأجيل ولماذا هذا التخوف الذي يطرحه البعض أنا أعتقد أن التأجيل كان ممكن لو حركة حماس ما أعلنت مشاركته بعد مشاركة حركة حماس أعتقد اللقاءات الأخيرة للرئيس أبو مازن كانت واضحة في كل اجتماعاته سواء في المجلس الثورية أو اللجنة المركزية وحتى الأقليم والمحافظين أن الانتخابات هي استحقاق وستأخذ ستجري يوم المقرر فيها وبالتالي أعتقد أنه آخر أسبوع تم حسم هذه المسألة نهائيا وبالتالي لن تؤجل لن تؤجل لأنه كمان في منطق آخر أنه ما أعتقد أنه أي من فتح أو حماس سيشعر الآخر بضعفه في مطالبة التأجيل يعني ما أحد فيهم عنده ساداد أنه يبين للطرف الآخر أنه عنده نقاط ضعف وبالتالي يطلب تعجيل أو يحاول عمل أي إشكالية من شأنها التأجيل الطرفين أعتقد أنه فهمين هذه المعادلة والطرفين بشكل ضماني هو لإجراء الانتخابات في موادي اليوم بعد تسع سنين من الإنقسام يعني خطوة إجراء هذه الانتخابات كيف ممكن قرائتها وهل ستنعكس مستقبلا على إجراء انتخابات التشريعية ومن ثم رئاسية أعتقد نعم يعني إحنا منذ بداية العام بدأ هذا الحديث ومقترح هو من مؤسسات المجتمع البدني إجراء الانتخابات المحلية كخطوة ومقدم لإجراء الانتخابات العامة أعتقد أنه قبول الأمر الواقع في حالة الانتخابات بمعنى أن يتم الاستعانة بوزاعة التربية والتعليم في قطاع غزة ووزاعة التربية والتعليم في الضفة الغربية رجال الأمن في الضفة الغربية ورجال الأمن في قطاع غزة بدون أن نعمل الانتخابات إذا تم أمن موحد أو 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 أعتقد أن هذه تقدم واثنين هي تجربة للحزبين الكبيرين في فلسطين أنه جربوا قوتهم على الأرض سواء حركة حماس أو حركة فتاة حركة فتاة على الأقل حاولت وجربت في 2012 في بعض المواقع كحركة وصبت قوتها لكن حركة حماس منذ الانتخابات التشريعية 2006 لم تشارك فيه أي انتخابات عامة وبالتالي هذا ستكون اختبار إلها ولقوتها ومصداقيتها على الشارع وسيكون من الصعب بعد إجراء الانتخابات المحلية التذرع بالانقسام كأحد العوامل أو عامل أساسي في منع عقد انتخابات عامة نجاح الانتخابات المحلية هو نجاح للمواطنين نجاح للأحزاب نجاح للجنة في الانتخابات ومؤسسات المجتمع المدني وفي بعد آخر له علاقة بتعزيز السلم الأهلي اللي بدأ يتعرض في بعض المواقع للأسف لمد وجزر وتأثرت بعض القرى والمواقع في الإشكاليات الداخلية الموجودة فيها حتى لو كانت بعيدة عن الشيء السياسي لكن انتخابات تجرى تحت إشراف لجنة انتخابات مركزية واحدة نحن سعيدين أن اللجنة هي واحدة ليس لجنتين هذا نجاح خطوة إيجابية وهو الأساس أنتج تحت رعايتها وتحت إشرافها مشاركة كافة الأطراف السياسية مع انسحاب حركة الجهاد الإسلامي أو إعلان حركة الجهاد الإسلامي عدم مشاركتها لكن تبقى أن المعظم القوى السياسية قررت المشاركة في هذه الانتخابات كثير من الشخصيات المستقلة تشعر أن هذه الانتخابات مقدمة مهمة إلها وبدأت تتفاعل معها سواء عبر دعمها لتشكيل قوائم داخل هذا المواقع أو عبر مشاركتها أنفسها أعتقد أن البيئة الانتخابية التي ستأخذ وقعها اليوم ستؤثر في البيئة الانتخابية مقابل الانتخابات الرئاسية وتشرية سأختم هذه الجزئية فيما تعلق بموضوع الانتخابات في نتائج الانتخابات القادمة برأيك هل ستعكس الرأي العام ومدى رضا عن الأطراف الحاكمة أو الأطراف السياسية الممثلة يعني رغم محاولة مرة ثانية الأطراف السياسية الكبرى فتح حماس تستعين بخبراء وخبرات وحتى اليسار بخبرات بعيدة عن أبناء الحركتين وأبناء فصائل اليسار لكن بالتأكيد أي كتلة سميت على هذا الطرف أو ذلك ستتحمل المسؤولية حتى الآخر وستكون فعلا هي يعني الميزان اللي المواطن قرر وين الثقل اللي بده يعطي لهذا الحزب أو ذلك وسيكون بالصعب بعد هيك التعامل أن هناك من يحكم بشرعية انتخابية ما بعد هذه الانتخابات فيما لو كانت النتائج مختلفة نعم سنكمل معك نقاش أستاذ عارف نحو رؤية شاملة لإعادة بناء الوحدة الوطنية عنوان المؤتمر الذي نظمه المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية مسارات في مدينة رمالة بمشاركة حشد من الشخصيات السياسية والمستقلة والأكاديميين إلى التفاصيل نحو رؤية شاملة لإعادة بناء الوحدة الوطنية هذا هو عنوان المؤتمر الذي نظمه المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية مسارات في مدينة رمالة بمشاركة حشد من الشخصيات السياسية والمستقلة والأكاديمية من الضفة الغربية وغزة والأراضي المحتلة عام 48 ولبنان عبر نظام الفيديو كونفرنس هذا المؤتمر يحاول أن يقول أن هناك إمكانية لتحقيق الوحدة الوطنية رغم كل الإحباط ورغم كل الفشل الذي واجهته المحاولات والاتفاقات السابقة ولكن شرط أن توضع المحاولات من أجل إنهاء الانقسام في سياق إعادة إحياء القضية الفلسطينية وتحديد المشروع الوطني وإعادة بناء مؤسسات منظمة تحليل بحيث تضم مختلف ألوان الطيف السياسي والاجتماعي التي تؤمن بالمشاركة ونقشت أثناء المؤتمر وثيقة الوحدة الوطنية التي تعبر عن خلاصة الجهود والاستنتاجات التي تم التوصل إليها خلال خمس سنوات من الحوار ضمن إطار برنامج دعم وتطوير مسار المصالحة الوطنية نقطة البداية هي حوار وطني شامل بمشاركة جماعية من الوطن ومن الشتات حول الأسس والمتطلبات والمبادئ اللازمة لإعادة بناء الوحدة الوطنية وتنتهي المرحلة الانتقالية بإعادة بناء الشرعية الوطنية على مستوى منظمة التحرير وعلى مستوى السلطة الفلسطينية بالإسناد إلى الانتخابات حيث أمكن وبالتوافق الوطني حيث يتعذر إجراء الانتخابات بين نقطتي البداية والنهاية بين الحوار وإعادة بناء الشرعية الوطنية تقترح الوثيقة خطة عمل تقوم على ضرورة التوافق على البرنامج السياسي وفي الوقت الذي تناقش فيه وثيقة الوحدة الوطنية يستبعد مراقبون فلسطينيون أن تتحقق الوحدة على أرض الواقع بين ضفة والقطاع لأسباب عدة أبرزها نمو جماعات المصالح المستفيدة من الانقسام إضافة للخلافات السياسية والبرامجية والأيديولوجية بين التيارات والفصائل الفلسطينية والارتباطات العربية والإقليمية والدولية إضافة لاستمرار نهج الإقصاء وعدم تقبل الآخر قيادتي الحركتين يعني تعيش حالة صراع على مصالحها الشخصية ومحاولة كل طرف لنفي الطرف الآخر أودى بناء إلى هذه الكارثة الوطنية ولابد حقيقة من الخروج من مأزق الانقسام أنا أكون متفائل جدا في السنوات السابقة الآن الانقسام للأسف يكاد يكون حقيقة استطعنا أن نتعايش معها على علاته ولكن حالة التعايش هذه ستفضي بنا إلى بنجلديش وباكستان على المدى البعيد يذكر أن تسعة أعوام مرت على الانقسام الفلسطيني تخلى لها عديد المبادرات المحلية والعربية لكن جميع المبادرات بأت بالفشل من مدينة رامالله نيزر حبش تلفزيون وطن يعني أستاذ عارف أيضا كمتابع للشأن السياسي الداخلي تسعة سنوات من الانقسام اتفاق حوارات إعلان عن اتفاق اليوم وثيقة للوحدة الوطنية وحتى الآن الانقسام مستمر لماذا برأيك؟ الانقسام مستمر لأنه إحنا دخلنا في مرحلة زمنية متطلباتها كبيرة لكن لم نكن جاهزة يعني منذ قيام السلطة والأحزاب تتخبط من شارك بالانتخابات من قاطع انتخابات من شارك بالانتخابات البرنامج السياسي لموجود أو ميثاق منظمة التحرير دخلنا في نقاش هل هو الميثاق والتعديلات في الميثاق والتالي إحنا ما بنينا للمرحلة القادمة إنما بنينا على الماضي بقينا بالماضي والكل يتغنى بأمجاد الماضي وهذا اللي أوصلنا إلى حالة الانكسار اللي موجود اليوم فيه عنا أكثر من برنامجين مثلا مش يريشت يكون الخلاف وخراف على برنامج وطني يعني الخلاف ليس على برنامج وطني البرنامج الوطني الكل بده فلسطين يعني من الكهل إلى الطفل كل يجمع الكل يجمع على فلسطين لكن الأدوات المستخدمة والعالية المستخدمة والامتدادات لهذا الطرف أو ذاك والمصالح والمصالح طبعا الامتدادات بالأول الأقليمية والدولية ومن ثم الامتدادات الداخلية لها علاقة بالمصالح كلها أثرت أنه كل هاي اللقاءات المصالحة رغم أنه جزء منها دخل بالتفاصيل بعض الأحيان كنا نعتقد أنه والله فشل الأمر لأنه الجملة مبهمة لكن واضح أنه يعني فيه أن الورقة المصرية دخلت بكل التفاصيل والورقة اللي أجت بعدها ترجمت ما اختلف عليه واللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها لحديت ما أجت حكومة الوفاق الوطني اللي توقعنا فعلا أنه الطرفين وصلوا لمرحلة من التعب واقتنعوا بالمصالح لكن يبدو أنه حتى هاي كانت وسيلة تكتيكية للطرفين الصراع لا يكسب الوقت وكل واحد يتوقع أنه محور أو امتداده الإقليمي سيفضي إلى تغيير يساعده على فرض رؤيته ومكانته في الساحة الداخلية للأسف أنه الكل يتغنى بالشرعية الانتخابية يعني ويرفض العودة إلى الشرعية الانتخابية بنفس الوقت يعني المجلس التشريعي أو أعضاء المجلس التشريعي أعتقد أنهم شرعيون لأنه لن يكون وغير شرعيين إلا بانتخابات جديدة طيب مين اللي معطل؟ يعني المواطن اللي معطل الانتخابات بجوز كذلك الرئاسة وكذلك الرئاسة طبعا يعني أربع سنوات هلأ السؤال إذا كانت الرئاسة أربع سنوات الرئيس أبو مازم لألفين وخمس إلى اليوم هل والقانون الأساسي بيحكي عن دورتين هل فعلا انتهت الدورتين ولا ما زلنا بدورة واحدة يعني عند المواطن للأسف أنه حالة الإحباط اللي وصلها المواطن حالة غير عادية ما تعرض إليه مصارات على الأقل أنه أشرك الشتات الشتات شاعر أنه إحنا نسنا صحيح وبالتالي يعني مهم لهذا الجهد اللي تم أنه إشراك بختلف مع الرؤية في موضوع وثيقة الوحدة الوطنية أنه من يسوق الوحدة الوطنية إذا اليوم نجمع كل الأحزاب بدش نسبتها في الشارع الفلسطيني كل المستقلين كم المستقل فيه مستقلين مجمعين عليه وبالتالي من يعني سؤال من هم اللي بصيغوا هاي الوثيقة أو بصيغوا مشروع الوحدة أو العقد الاجتماعي الجديد اليوم هذا السؤال وعشان هيك نحن نعتقد أنه الانتخابات هي أحد الوسائل حتى نعطي لناس تقا مهمتهم الأساسية عادة صياغة مثاق وطني فلسطيني جامع عقد اجتماعي نسمي ما نسميه يعني مش شرط لكن أنه يكون هذا فعلا جامع لشعب الفلسطيني ويساعد في وحدتنا الداخلي لأنه المأساة أن تصبى غدا الوحدة مطلب بين الخليل ونابلس بين رامالله والبيري بين هذا التقسيم وهذا الشرذمة وهذا الحال اللي احنا موجودين فيها اليوم الوحيد اللي يدفع ثمانها هو الوطن نعم الخبير في شأن الانتخابات والمحلل السياسي الأستاذ عارف جفال شكرا لك على هذه المشاركة شكرا لك أما الآن فنذكره بما تبقى من عنوين قانون إسرائيلي يتيح اعتقال الأطفال كرال الثورة تختتم فعاليات مهرجان فلسطين الدولي بعد أن أغلقت وحدة التحقيق مع أفراد شرطة الاحتلال ماحش ملف جنود إسرائيليين أعدموا الشاب محمد أبو خلف طالبت عائلات الشهيد من جديد بإعادة فتح للتحقيق بملف إعدام ابنها إلى التفاصيل ستة شهور ونصف مضت على إعدام جنود الاحتلال محمد أبو خلف عند باب العمود في القدس جريمة القتل التي وثقتها كاميرا إحدى الفضائيات العربية دفعت بالعائلة للمطالبة بالتحقيق في ظروف إعدام ابنها بعد حالة من الترقب والانتظار عاشتها العائلة أغلقت ما يسمى بوحدة التحقيق مع أفراد شرطة الاحتلال ماحش قبل نحو أسبوع ملف الشهيد أبو خلف دون أي إدانة لجنودها وبحجة عدم العثور على أدلة تؤكد ارتكابهم لأي مخالفة جنائية طلبنا تشريح وبدكتور فلسطيني يكونوا واقف معاهم بس ما أعطونا النتيجة لحد الآن وهم أغلقوا الملف عشان ما يبينوش إنه هم شو عملوا في ابني يعني يعني نما تخوه عدمه بخمسين رصاص لحد سبعين رصاص يعني هذا أعدام ميدني يعني إحنا بدنا حقنا حق ابني أنا بدي ولا اليوم ولا بكرة ولا ميت سنة لأدام أنا بدي حق ابني خمسة عشر شهيدا من بين شهداء الهبة الشعبية الأخيرة فتح الاحتلال تحقيقا مع جنوده في ظروف استشهادهما سرعان ما أغلقت ملفات عدد منهم بالدعاء عدم كفاية الأدلة من بداية هبة الأقصى لم يفتح أي تحقيقات إلا بخمستعشر حالة نحن نتحدث عن عدد ضئيل جدا ومعظم هذه الحالات تغلق من كبلة سلطات أو أجهزة تحقيق الإسرائيلية لأدت أسباب الأول لأنها غير معنية أو جادة في إنصاف الضحايا الفلسطينيين ثانيا خلال يتعلق بجهز تحقيقات الإسرائيل لأنه يحقق مع نفسه منذ عام 2000 طلبت بيتسلم بفتح تحقيق في أكثر من 700 انتهاك وقع ضد الفلسطينيين 25 حالة فقط قدمت بها لائحة اتهاما ضد جنود الاحتلال في وقت يرى مراقبون بأن إسرائيل تضطر لفتح تحقيق شكلية في جرائم جنودها لتجميل صورتها عالميا بذرائع واهية أغلق الاحتلال ملفات تحقيقات تورط بها جنوده ضد الفلسطينيين ذرائع يسعى من خلالها للتغطية على جرائمه المستمرة يوما بعد آخر من كفر عقب شمال القدس المحتلة دعاء سيوري تلفزيون وطنة صادق الكنيسة الإسرائيلي مؤخرا على قانون يتيح اعتقال أطفال دون سن الرابعة عشر عاما قانون اعتبرته مؤسسات حقوقية انتهاكا فاضحا لكافة العرافي والمواثيق الدولية إلى التفاصيل كانت هذه الصور الأولى للحظة الإفراج عن الطفلة ديمالواوي قبل أكثر من ثلاثة شهور ديمة التي اعتقلت بحجة محاولة طعن مستوطن تعاني ظروفا نفسية صعبة نتيجة الاعتقال لمدة شهرين وهو حال ينطبق على المئات من الأطفال الذين تعرضوا ولا يزالون لتجربة الاعتقال يعانون من أوضاع صعبة يتعرضون للضرب والتنكيل والشبع على أيدي المخابرات الإسرائيلية ويتعرضون في التوكيع على أمور لم يرتكبوها بالترغيب وبالترهيب من كبل هذه الأجهزاء وفي مراكز التوقيف قبل أن يتم تحويلهم إلى الغرف هؤلاء الأسرى الأطفال الآن يطالبون كل المؤسسات الحقوقية الدولية التدخل من أجل إنقاذهم وضرورة الفراج عنهم خاصة أن 70% من هؤلاء الأسرى الأطفال هم من الكسر اعتقال الأطفال الفلسطينيين بات مشرعا وفقا للقانون الإسرائيلي فقد صادق الكنيسة الإسرائيلي مؤخرا على قانون يتيح اعتقال الأطفال دون سن الربيعة عشر وهو قانون اعتبرته مؤسسات حقوقية انتهاكا فاضحا لكل الأعراف الدولية قراءة لتفاصيل هذا القانون هو يستهدف الطفل الفلسطيني وليس الطفل الإسرائيلي وبالتالي نتحدث عن قانون ينتحك حكور الإنسان قانون عنصره بكل كلمة من معناه ووفقا للأرقام الرسمية يقبع 450 طفلا فلسطينيا خلف قطبان الاعتقال أكثر من 150 منهم دون سن الربيعة عشر فيما لا توجد إحصائية رسمية لأعداد الأطفال الذين مروا بتجربة الاعتقال لكنهم يقدرون بالآلاف وفي الوقت الذي تقر فيه إسرائيل قوانين لاعتقال الطفولة الفلسطينية فإن المئات من الأطفال الفلسطينيين يعيشون ظروفا صعبة خلف هذه القطبان لتلفزيون وطن فارس المالكي من أمام معتقى العوفر الاحتلالي بمجموعة من الأغاني الوطنية والثورية اختتمت فرقة كرال الثورة فعاليات مهرجان فلسطين الدولي للرقص والموسيقى بعرضها الأخير المجد للثورة على مسرح إسعاد الطفولة في مدينة الخليل إلى التفاصيل بمجموعة من الأغاني الوطنية والثورية اختتمت فرقة كرال الثورة فعاليات مهرجان فلسطين الدولي بعرضها الأخير المجد للثورة على مسرح إسعاد الطفولة في الخليل الفرقة التي تأسست عام 2014 قدمت خلال عرضها الفني مجموعة من الأغاني الثورية الفلسطينية فمن إشهد عالم علينا وعبيروت إلى طل سلاح من جراحي وغيرها من الأغاني القديمة وصولا إلى العمل الفني الخاص بالفرقة والذي جاء تحت اسم المجد للثورة وهي أغاني لا قد تفاعلا واضحا من الجمهور العرض اللي بنقدمه مجموعة أغاني وطنية أو أغاني الثورة الفلسطينية اللي هي بفكر إنها بتلامس جميع الحضور يعني إن كان صغير كبير فكلها يعني إشياء مرتبطة بالذاكرة كير مميز ورائع جزء منه بعزز من هويتنا كان عرض رائع وجميل جدا انبسطنا في اليوم أصوات جميلة جدا رجعتنا لأيام الثورة وأيام وأنشيد الانتفاضة هاي الشغلات نزيدها هون خصوصا بالخليل عني هاي الشغلات الأغلب تكون برمو الله واشي شغلات حلوة عارفينها وحتى الصغار لما سمعوها بلشوا يغنوا معهم يشار إلى أن المهرجان يرضغ من قبل مركز الفن الشعبي وحمل هذا العام شعار حرية الحركة والتنقل متحديا بذلك حواجز الاحتلال وحصاره حيث شملت فعالياته الضفة الغربية وقطاع غزة وبمشاركة محلية ودولية شعار المهرجان هذا العام هو حرية الحركة والتنقل فتحدينا الاحتلال من خلال عندما يمنعنا في مكان نذهب إلى مكان آخر وأيضا سيرنا بساط لحضور الفعاليات في مختلف المدن الفلسطينية التي نظمنا فيها المهرجان في هذه الأغاني الوطنية والفلسطينية نعبر أعضاء صرفة الصورة عن حبهم وانتبائهم للأرض والهوية في محاولة لإحياء هذا الفن وليبقى هذا الفن وسيلة لرفض المهتد الجنفزيون وطن لأي واسواس عن خليل وقبل الختام هذا تذكير بأبرز العنوين قوى التحالف الديمقراطي تعلن خوضها الانتخابات المحلية بعد سبع سنوات من الانقسام المصالحة الوطنية هل ترى النور قريبا؟ تحقيقات شكلية في أعظام شهداء الهبة الشعبية قانون إسرائيلي يتيح اعتقال الأطفال كرال الثورة تختتم فعاليات مهرجان فلسطين الدولي إلى هنا ناصر المشاهدين إلى نهاية هذا البرنامج دمتم برعاية الله وإلى اللقاء